خليني أقول لحضراتكم الأخبار يمكن هنبتدي النهاردة زي ما تعودنا كرة اليد زي ما أنتم عارفين كأس العالم هيتلعب إن شاء الله في يناير وفي معاده وأكدنا والدكتور حسن مصطفى رئيس التحاد الدولي أكد إن بطولة العالم في معادها هتكون في مصر والفرقة كلها بشكل كبير هتشارك فإحنا متابعين إن شاء الله يعني لعبتنا المحترفين بره وسامة الجزيرة اللعبة التونسي والمحترف بصفوف النادي الأهلي تم استدعائه على رأس قائمة منتخب تونس استعدادا لبطولة العالم طبعا أنتم عارفين إن منتخب تونس طبعا ليه قيادة فنية جديدة سامي السعيدي تولى المسؤولات يسورة طبعا وسامة الجزيرة لعب النادي الأهلي وخلينا أقول لكم حاجة كمان يعني لطيفة جدا وسامة الجزيرة لعب النادي الأهلي الحالي هو طبعا على قائمة أو على رأس قائمة المنتخب كمان اسكندر زايد ويوسف معرف اللاعبين اللي كانوا مع الأهلي السنة اللي فاتت أيضا في المنتخب يعني النادي الأهلي ضم في سنتين ثلاث لعبة من منتخب تونس وزا ما قلنا لحضراتكم تونس هيكون معاها قطر أسبانيا إلى أرجنتين في مجموعتها دي قائمة طبعا منتخب تونس معنا واسامة الجزيرة اسمه موجودة هو في الأول اسم في النص وطبعا زا ما قلنا اسكندر زايد ويوسف معرف موجودين أيضا في قائمة منتخب تونس وزا ما حضراتكم عارفين أن أيضا منتخب تونس يعني بيستعد بقوة المشكلة أن الفرق بتدور والاقتحادات بتجاهد عشان تلاقي بطولة أو مطش ودي للمنتخبات فبيلجأوا لهم عسكرات داخلية استعداد مباراة بينهم من بعض بس الحقيقة منتخب تونس بيضم مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة أنا بس كنت بقول بنتابع دليلة أن احنا عندنا ثلاث لعيبة من منتخب تونس كانوا في النادي الأهلي من السنة دي والسنة اللي فاتت وده بيدل أن النادي الأهلي بقى بيتجه وغير سياسته زا ما قلنا في صفقاته أنه صفقاته بقت لعيبة من الطراز الأول أو ليفل وان عشان يضمن أنهما يعملوا الفارق مع فرق ترجمة نانسي قنقر